السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتي معاكم شيف ساراوسكان اليوم رايحا نديلكم وصفة لكل جزائرين يعرفوها اللي هي الطمينة بصحت عنا تاع الشرق اللي يقولولها الزرير الزرير اللي زد فيه لمسة لمسة المنتوج بلادنا تاعنا حنا اللي هي الأقصى حلو الترك الأقصى تفضلوا درك نشوفوا مع بعضانا المقادير وطريق التحضير مع بعضانا لهنا قدرت 100 غرام زبدة مع 180 غرام عسل اللي ما رحتش استعملت منه استعملت غير منه نصف الكمية من منتوج بلادنا حلوة الترك اللي مش حلوة بزاف والطمينة تاعنا حنا يعني الزرير تاعنا حناية ما هوش رايح يكون حلو بزاف استعملت غير زوج حبيبات من حلوة الترك اللي هي بدون ضوق يعني غير ضوق السمسم بركة لخاطر في حلوة تترك في عفون في الزرير تاعنا حطيت حلو حطيت عفون السمسم محمص مع نصف كاس شاي كوكاو محمص هاوليكم زدت المقدار ها المقادير في زوج مع بعضاهم ولهنى نروح نسخن لكاس خولتي عيانية نسخنها على نار هادية ندوب 100 غرام زبدة كيما قاعدين تشوفوا بالطريقة هادي صحيحة كيما نزيد نصف نصف الكمية تاع العسل يعني حوالي زد 90 غرام نحرك مع التحريك المستمر ونطفي لهنى راني طفيت النار شوفوا معايا مليح لهنى راني طفيت النار كنت نديرها على نار هادية حتى سخنة الكاسرونة وبعد زدت الزبدة والعسل والهنى نروح نزيد زوج حبيبات صغار تحلوة الترك الأقصى يعني صدقوني مش رايحة جي حلوة بخس كدرت نصف الكمية مع نصف الكمية شوفوا لهنى راني مطفي النار ونكمل نحرك حتى الحلوة الترك الدوب تماما كيما كل شي دوب مع بعضاه نروح نزيد نروح نزيد نصف شاي نصف كوب شاي كوكاو محمص ومرحي متوسط يعني موايا وزدت تلاتة مغارف كبار تاع سمسم محمص لهنى حركت كلش مع بعضاه بيانسور نقصت نحيط النار عفوا ولهنى رويلا تاعنا احنا اللي جبتها من عنابة وفهنا ما جبتهاش بعتوها لي بعتوها لي لفهم يتاعي يا نار بيخليهم لي لهنى حطيت كلتة مغارف ونص وحركتهم توجوه على مكاش النار قاع لهنى سينون العسل اللي رايح يتتحرك هو الزبدة إلا تحبوا الخاليط انتاعكم انتو ما كيما كان في الأول نجمو وفوفي باسي على دوزيا ميتاب لهنى نحبها شوية يا بصبرك لهنى نحبها كيما هك والا بالشكل هادية وشو نقول لكم الريحة راهي هايلا والا هايليكم الوصفة نتمنى شوفوا 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 نقول لكم يعني حبيتش نكمل لا فيديو هادي فريمان شاهيتها ومازال ما كليت هاش باسك نستنى في بناتيو خرفوا من القرية بينو كلوما بعدها الو هايليكم الوسمو لهنى يا مصبرتش حطيتها حطيت المخرف وعاودت جبتها من مسحن باسك فريمان شاهيتها نتمنى الوصفة تاعي عجبتكم وتجربوها وتصفقوا في تحضيرها ونتلقاوا إن شاء الله في وصفة جديدة وتوجوغ بالمنتوج بلادنا احنا حلوة الترك الأقصى والا هايليكم الشكل فينا فريمان شاهدتني وشاهدتكم في الجنة وبمناسبة مولد النبوي الشريف نقول لكم كل عام وانتوما بألف خير سلام ترجمة نانسي قنقر